ايه زيكم? ايه لك بوارع من ايه? نهاردة حلقة جديدة من خلقات كورس السياحة ونهاردة هنتكلم عن المعلومات اللي انت محتاجها من العميل لما تيجي تحجز تذكار الطيران لازم برضو زي الحلقة اللي فاتت كده في الفنادق لما انت قد تسأل وتاخد البيانات والمواطيات عشان تحطها عالسيستم وتطلع عالفنادق بنفس الكلام لازم اسئلة برضو بتسألها للعميل عشان بتاخد المعلومات دي وبتحطها عالسيستم وبتشوف الطيرات المتاحة والموعيد والكل اللي هنتكلم عنها دلوقتي. فا اول سؤال هتسألهله كالعادة حرضك عايز سافر فين ومش دولة لازم مدينة وكمان مش مدينة لازم المطار ايه? او اسم المطار ايه? عشان في دول كتير او مدن كتير فيها كزا مطار. فلازم يقول لك اسم المطار ايه? زي مسلا اسطنبول فيها مطارين. القاهرة فيها مطارين. دبي فيها مطار دبي الدولي وفيه مطار المكتوم. في حاجة ودي حاجة. وفيه طيران بيبقى اسمه طالع على دبي بس هو بينزل ابو ظبي وبياخد اوتوبيس بيوصله لدبي. وعشان كده لازم تعرف هو بسافر من فين لفين بالزبط عشان تجيب له الطيارة اللي هو عايزها بالزبط. ولو ذهب بس يبقى مسلا من القاهرة لدبي لو ذهبه عودة من القاهرة لدبي ومن دبي للقاهرة. وفيه حاجة اسمها اللي هي من القاهرة لدبي باكده دبي جدة باكده جدة القاهرة. دي معناها ليه? عشان مش نفس البلد اللي راحة هيرجع منها. لأ في بلد تارية او تالتة ويرجع في الاخر البلد الاصلية. فلازم تحدد معاه تواريخ تلت سؤال التواريخ سافر امتى? وبراجع امتى? وهل في مرونة في التواريخ يعني ممكن اشوف قبلها بيوم بعدها بيوم? ليه? عشان اليوم بيفرق مع الطيران. لما بتيجي بتعمل بتشوف الطيارات. اليوم ممكن النهاردة غالي بكرة رخيص بعده ارخص بعده اغلى وهكذا. فهي على حسب التاريخ بتاع الصفر. لازم تسألوا الصفر امتى? والعودة امتى? وفي نفس الوقت هل ممكن نغير العودة او او الزهاد لو في السعر ارخص او فيه احلى? فده هتعرفوا لما بتيجي تعمل تحط البيانات دي بتعمل حطها عالسيستم وبتعمل وبيجي تظهر لك كل الابشنز. رابع سؤال طبعا عدد الافراد. ولو في اطفال لازم تسألوا عالسن. ليه? عشان السن في الطيران بيفرق جدا. بيتحسب الرضيع من سن يوم لغاية سنتين الا يوم. ليه? لازم تعرف الرضيع اللي هو الطفل ولا بالغ عشان الرضيع ما بيخدش كرسي على الطيارة. بس التسكرة بتاعته او السعر بتاعه بيتضاف على سعر تسكرة الام. ليه? عشان اوها بيقعد على حجرها ما بيخدش كرسي على الطيارة. لكن الاطفال بتبدأ من سنتين لغاية اتناشر سنة الا يوم. وده بياخد كرسي بيبقى سعره اقل شوية من سعر البالغ. طبعا من بعد اتناشر سنة خلاص ده كده بالغ لحت اتناشر السنة ويوم او لسا تمامهم في الباسبور بيبقى فيه تاريخ الميلاد عشان كده في الطيارة او لو تيجي تحجز لازم اتدخل بقية الباسبور عشان يعرف انت بنادك صح ولا فيها حاجة كده عشان وفيها حاجة غلط هيديك سعر البالغ لو هو طفل سنه اقل من اتناشر هيديك سعر الطفل لكن لو سنه اعلى من اتناشر هيديك سعر البالغ فدي حاجة ودي حاجة لازم تعرف جامد جدا او تعرف حاجة مهمة جدا انه هي اعمار الاطفال ولازم برضو تسأل العميل عن وزن الشنط هل انت عايز شنطة سبع كيلو سبع كيلو دي اللي هي الهندي باك اللي بيطلع بيها عالطيارة لكن الشنط بقى اللي هي بتتشاحن عالطيارة نفسها حسب الخطوط هو الستاندرد تاتة وعشرين كيلو قطعة واحدة واختصارها لكن مسلا لو عايز قطعتين ايه تاتة وعشرين تاتة وعشرين او فيه طيران اقتصادي اللي وزن فيها بيبقى عشرين كيلو بس ولو انت عايز تزود بعد ما بتحجز بتقدر بقى تزود من الموقع وبتزود من على حسب كل شكل طيران والجوز بتاعتها هي وطبعا لما بتيجي بتشوف السعر ارخص سعر زي الفناندق كده اللي هو فيه سعر تاني ومش بقى اسمي معناه ايه يعني انت يمكن تعدل طيارة تعدل تاريخ تعدل الوقت لو انت عايز بتطيارة بالليل بدل الصبح او العكس ده اسم اللي انت مش بتدفع اي رسوم اضافية لو انت عايز تغير التاريخ او الحاجات دي او بتدفع رسوم بسيطة جدا لكن لو غير مستجع لو هو ما ينفعش تغير حاجة لو راحت عليك الطيارة ما فيش اي فلوس بترجع عشان انت ارخص سعر او ارفص مكان عالطيارة من ضمن بقى المعلومات المهمة جدا لازم تقول لها للعميل ان هو زيارة بتاعته مسلا المعاد بتاعها الساعة سبعة الصبح لازم قبلها التلات ساعات يكون في المطار عشان بيخلص الاجراءات والتوابير والحاجات دي ليه? عشان البوردنج البوردنج ده معناه اللي انت بتقدم يعني بتديه له التذكرة البوردنج ده بتروح للمكتب الخطوط الطيران وبتديه التذكرة وبيتشوف في الباسبور طبعا بيبقى صالح ومدة قد ايه? وكمان بيشوف التأشيرة عشان الزهبس لو انت بتحجز العميل زهبس لازم يكون معايا عقد عمل يأقومة في البلد دي لكن بيزة سياحة ويراء زهبس هيقولك فتن العودة مش هيطلعوا اصلا من المطار اللي هو طلع منه فلازم يشوف الاوراق دي فلازم انت اساسا تبقى في المطار قبلها بتلات ساعة ومن ضمن برضو الحاجات اللي انت لازم تعرفها احنا عرفنا في الحلقة اللي فاتت وقت اللي تشيك ان ووقت اللي تشيك اوت فلما العميل مسلا رايح انت حاجز له في طيران وفندق لازم تجيب له مواعيد مناسبة مع الفندق يعني يروح قبل ويمشي اه بعد بشوية حلوين انه هو ما يتسرعش انه يمشي بسرعة وعنده طيارة والكلام ده فلازم تعرف كل الكلام والتفاصيل بتاعة حاجز الطيران وحاجز التذكرة هنرفع في الحلقات اللي جاية فتابعني عشان تشوف في الحلقات اللي جاية بالشرح وكل المعلومات اللي جاية ان شاء الله شكرا لناسا